اعتبر اقتصاديون ان ارتفاع اسعار المحروقات اثارا غير مباشرة على المواطنين فضلا عن حرمانهم من بعض مظاهر الرفاهية والضروريات ولعل سكون اجهزة التكيف في المنازل والمركبات والمواصلات العامة حتى في دروة موجات الحر التي لازمت المملكة مؤخرا مثال حي على ضيق الحال لدى المواطنين على عدم تحملهم المزيد من الاعباء للإضافة على الاوضاع المعيشية للمواطنين في ظل استمرار رفع الاسعار نرحب في الاستوديو بالخبير الاقتصادي السيد محمد البشير اهلا بك سيد محمد اهلا بك يا الاسدازنا محتوى سيد العزيز من الواقع الذي نعيش في هذه الحالة يعني بعض وانا اضرب لك مثال بالعادة بعض الاصدقاء اشاروا لي وقالوا يا محل سنة الـ 2020 مقارنة بسنة الـ 2023 وبالشيء الذي نعيش الآن في هذا الوقت ما رأيك بهذه المقولة طبعا مية بالمية لا شك انه بالـ 2020 رغم من القرارات رغم كورونا رغم كورونا لكن معلوم ان الحكومة ضخت اموال كثيرة نعم و جزء من المديونية كانت في الضخ و ايضا يعني حاولت ان ترفع سعر المشتقات النفطية كدموذج بالاضافة الى ثبات نسب الفوائد بالاضافة الى يعني الحد من تغول ضريبة المبيعات احيانا كل هذا الحكومات المتلاحقة عادت وتعاملت مع هذه العنوين بشكل للأسف تعسفي مما اثقل على المواطنين وعلى المنشآت الاقتصادية بالنتيجة لان المواطن والمنشآة هم المتأثرون بهذه السياسات المالية التي مسؤول عنها الحكومات اولا و دائما نعم طيب يعني الاردن يعتبر من اغلى الدول العربية و اذكر في احدى السروات يعني عمان اخذت اغلى عاصمة عربية حتى اغلى من دبي و من ابو ظبي في ذلك الوقت مع اختلاف الدخول مع اختلاف الدخول يعني مقارنة بالدخل يعني الحد لان الاجور وصل الى 260 دينار الى الان ارتفاع في معدلات البطالة ايضا و الكثير من الخبراء الاقتصاديين يعني يقولون اننا نسير بحلقة مفرغة يعني زيادة الضرائب يؤدي الى ضعف القوة الشرائية فبالتالي نحن ندور في نفس الحلقة مرارا و تكرارا الا يوجد حل غير الضرائب في الاردن طبعا احنا مشكلتنا مزدوجة اولا هيكل الاقتصاد في خلب نعم من حيث ان قطاع الخدمات بتعبيرات متعددة التي تبدأ بالخدمات البنكية وتمر بالتجارة و تنتهي بالآي تي التكنولوجيا المعلومات كل هذا يأخذ فوق السبعين بالمئة من الناتج المحل الإجمالي و هذه القطاعات دائما سقفة محدودة في التعامل مع البطالة مع سوق العمل مع قدرتها في استعاب هذا التدفق الكبير بنمو السكان مقابل ذلك الصناعة و الزراعة اللتاني هما مقبرة البطالة حصته من الناتج المحل الإجمالي لا تصل إلى 30% هذا من الناحي الناحي الثانية من أسباب عدم قدرتنا على تحقيق نسب نمو تواكب تطور و زيادة السكان سبب الرئيسي أربع عنوين العنوان الأول ضريبة المبيعات سواء كانت على مدخلات المنتج مدخلات الانتاج الصناعي و الزراعي على وجه الخصوص أو كانت على السلعة المنتجي نهائيا ثانيا الطاقة بمشتقات المختلفة سواء كانت ذات علاقة بالتصنيع أو ذات علاقة بالاستهلاك المنزلي و رقم ثلاث الفوائد التي على القروض و معلوم لدينا أن ما يزيد عن 30 مليار مدونية المنشآت والأفراد و رقم أربعة حصة الضمان الاجتماعي من الرواتب التي تدخل كعنصر مهم من المنتج مع أنه يتحدث في سنوات سابقة أنه يجب أن يخفضوا من نسب الضمان الاجتماعي على الشركات و على الأفراد أذكر في 2018 طبعا كان تحد الطروحات لكن آخر طرح من الطروحات مع المدير السابق كان يريد أن يرفعها إلى 27% و هذا طبعا سيكون مفزعا لكن المفزع الأكبر هو العمث الذي تم بالضرائب تاريخيا من سنة الـ 94-95 أصبح هناك إحلالا للضرائب غير مباشرة بمعنى؟ بحيث أصبح التي هي ضريبة المبيعات أصبح عبء هذه الضريبة أيضا مزدوج على السلعة كمنتج و على المواطن كمستهلك ضربنا مثال مثال ذلك يعني هلأ أنت تفرج عفاتورتك الاستهلاكية من أي دكان من أي سوبر ماركت ستجد أنك تدفع بالحد الأدنى 10% لا فيه 2% فيه 0% المواد الضريبة المبيعات ضريبة المبيعات على بعض السلعة 16% لكن بالنتيجة قد تكون 10-12% حسب المواد هذا عبء على المستهلك هذا شو بسبب؟ بسبب أنت الكميات التي تطلبها من السوق تصبح أقل عندما يكون لديك وفر تستطيع أن تطلب كمية أكبر إذا طلبت كمية أكبر كمستهلك على صعيد الوطن أنت تطلب من المنتج أن ينتج كمية أكثر وبالتالي هنا تصبح نسبة النمو أفضل وهذا ما تحدث عنه مجموعة من الخبراء وهو التشوه الضريبي الذي يعني 16% مثلا ضريبة المبيعات يدفعها الذي راتبه 500 دينار والذي راتبه 10,000 دينار فبالتالي لو أخذنا نسب مئوية يعني اللي راتبه 500 دينار دافع يعني 25 أو 30% من راتبه هاي الأبسط في العدالة لكن المشكلة الأساسية أنه مثلا هناك ما يزيد عن 6 مليار رواتب الوظيفة العامة من الموازنة اللي قيمتها تقريبا 10-11 مليار هاي الموازنة الحكومية فقط من دون مروع القطاع الخاص الـ 6 مليار لو فرضنا أنها تدفع 15% نعم نحن نحكي عن 900 مليون تعيدها الحكومة إلى الخزينة من رواتب الموظفين وامتيازاتهم الوظيفية بمعنى أن الحكومة تحد بهذه السياسة الضريبية من قدرة المستهلك في أن يستخدم 900 مليون في الطلب على السلع والخدمات وبالنتيجة هذا المنتج ببطل يصير ينتج على كل خطوط الإنتاج إذن أنت ضربت وبنفس الوقت أنت 900 مليون اللي صرفتم على شكل 6 مليار أنت بالنتيجة بهذه 900 مليون أنت أخذت من هذا الموظف الذي لديك دون أن يكون قادرا على تلبية الحاجات الأساسية المتمثل في التعليم المتمثل في السكن المتمثل في الصحة المتمثل في النقل هذه عنوين أنت ما وفرتك دولة أنت تركت لهذا المواطن أن يتعامل محان أنت ما عندك نقل عام أنت التأمين الصحي ليس شاملا أنت التعليم ليس شائع هناك ثلث الطلبة في المدارس يذهبون إلى المدارس الخاصة إذن هذه المشاكل المتعددة بالنتيجتها تشكل عبءا على هذا المستهلك و بالنتيجة تبدأ مشكلتنا الاقتصادية التي تحدثت عنها بالهيكلية بسبب السياسات الضريبية يعني دفع ضرائب دون استفادة من هذه الخدمات رقم اثنين أنت واجبك أن تهيئ لي الظروف الموضوعية من أجل أرباحك منشأة و من حقك تشاركني من أجل الخزينة عندما أحقق أرباحا لكن ما بجوز أنك تفرض علي ضرائب و أنا بعدني ما حصلتش حقوق الأولية أضرب لك مثال أنا عندي منشأة تبيع مليون المليون عليهم 160 ألف ضريبة مبيعات على قاعدة بالمحاسبة اسمه أساس الاستحقاق أنت بس تصدر الفاتورة و تسلم البضاعة و تستحق عليك ضريبة المبيعات أصبح عليك بس ما في منشأة تبيع مليون و تحقق 800 ألف تحصل من العملاء بظل في 200 ألف بذلك على أساس التحقاق لا لا المقصد أنه حصل النقد حصل النقد 800 ألف إذن أنت عندك 200 ألف ما في منشأة تربح 20% إذن إذا بدك تدفع 160 ألف أنت ستستدين ستستدين و هذه الحلقة و هذه الكرة الثلج التي أصبحت ليس فقط الحكومة تذهب إلى المديوني لسد العجز أيضا المواطن لتسهيل المواطن والمنشأة أصبحت مضطرة لتسهيل هذا الموضوع سيدي يعني أنت الذي تشير إليه أن غالبية أو أساس الاستحقاق الذي تستخدمه الحكومة هو إذا أنت بعت مثلا بقيمة مليون فبالتالي بدك تسدد الضريبة سواء أخذت المصاري أو لا تأخذت أو ما أخذت شيء أزمي الكثير من المنشآت يعني تتعصف عن سداد المبالغ التي عليها وهذا يفسر لماذا مديونية المنشآت بمختلف أنواعها سواء كانت صناعية أو زراعية أو خدمية عندها فوق العشرين مليار مديونية هذا هو واحد من الأسباب وعدم التصف التحصيل ولماذا التعثر ولماذا الملاحقات بالصحف المحلية للمنشآت المتعددة ذات العلاقة بكل القطاعات لماذا نحن ترى أنت بالصحف دائما في عقارات للبيع عقارات شركات عراقة عقارات أفراد عقارات كذا ومنذ سنوات متعددة هذا التعثر سببه السياسات المالية وأبشع هذه السياسات المالية هي الضرائب العبث الذي تم بالضرائب عنصر الضرائب هو أداة من أدوات المالية العامة الأدوات هي ثلاث بالمالية العامة الأداء الأولى النفقات الأداة الثانية الضرائب والأداة الثالثة المديونية هذه العلاقة الجدلية بين الثلاث إذا نجحت الحكومات في إدارتها بشكل متوازن أنت بتتحدث عن اقتصاد متنامي وجيد أما إذا عجزت من ذلك فتعبيراتها مزيد من المديونية مزيد من المديونية لسد عجز الموازن لأنه السيطرة على النفقات ليس صحيحا خاصة نفقات تجارية على حساب النفقات الرسمية أسعار الوقود في الأردن هل ترى أنها منطقية لدرجة أن غالبية سكان الأردن لم يقوموا بتشغيل وسائل التبريد في هذا الحرب وحتى في المواصلات العامة وحتى في التكاسي ما رأيكم؟ صحيح طبعا طبعا غير منطقي يعني أنا أنا أريد أن أسألك وأسأل كل المواطنين وأسأل صاحب القرار من هو محاصر أكثر؟ من يتعرض لعدم قدرة على تحديد أسعار عادلة؟ نحن أم لبنان؟ نحن المشتقات النفطية لدينا أغلى من لبنان نعم لبنان بالرغم من الوضع الذي تعاني ما تعاني من أوضاع متعددة ذات علاقة بالحصار ذات علاقة بالقطاعات الاقتصادية عندها ومنهارها إذن نحن ندفع ثمنا غاليا سببه الضرائب الضريب الخاصة الضريب المبيعات وجور النقل التسعير الغير عادلة على الطون على الطون و على اللتير كل لتر هذا كل لاته يأكد مرة أخرى أننا الأغلى من المنطقة سوريا البنزين عندهم أرخاص بأمنا رغم كل الحصار و قيصار و كذا و لآخرين هذا يأكد مرة أخرى أن مربط الفرس الحكومة و للمجلس النواب طبعا هذا المجلس تشوه ضريبي تشوه ضريبي واضح تماما للجميع جدا جدا يعني أعطيك مثال آخر على السياسات الضريبية بعجالة مع عادلة بعجالة بعجالة ذات علاقة بالـ يعني على طبق من ذهب نعم على طبق من ذهب قدمت الحكومة للبنوك أرباحا بسبب ارتباط الدينار بالدولار نعم طيب الأصل أن ترفع ضريبة الدخل على البنوك لأنك قدمت لهم نسب فوائد عالي جدا هاي نسب الفوائد من يتفحه أكثر ناس بالعالم رقم اثنين أنت حط ضريب الدخل و خفض ضريبة المبيعات على السلع الأساسي للناس رقم ثلاث أنت عندك سلعة محمد البشير بيشتري بدلة 200 دينار يا أخي حط على أبو 200 دينار أبو 500 دينار أبو الألف أبو 2000 دينار حط علي 20 مئة ضريبة المبيعات نعم بس اللي يشتري 100 دينار خفضها اشطبها نعم اللي يشتري بلاطة بخمس نانير لا يشتري بلاطة 100 دينار إذن تستطيع أن تميز بين السلع الاستهلاكي ذات المساس الواسع تقسيمها إلى شرائح شرائح و ضرائب أيضا متناسبة أشكرك أشكرك الخبير الاقتصادي السيد محمد البشير كنت معنا في السلع شكرا جزيلا الله شرفنا سيد